موسيقى جوجل أعلنت عن جوجل استيديا وهو عبارة عن كنترولر بس بيتوصف الانترنت وبتلعب بيه على جهاز موجود في مكان تاني خالص بتقنية اسمها كلاود جيمينج يعني هو مش ملص الجيمينج الكلاود جيمينج مش حاجة جديدة ولا لعبة عن بعدة حاجة جديدة برضو وإحنا تكلمنا عنها قبل كده في القناة هنا في حلقة من راندوميزر اللينك تحت في الدسكريبشن والآية اللي فوق خدمات الكلاود كتيرة جدا وجود خدمة كلاود ليها علاقة بالجيمينج في 2019 مش مفاجأة خالص ودي برضو كان حاجة احنا متوقعينها وتكلمنا عنها في فيديو توقعاتنا لـ 2019 اللينك برضو تحت في الدسكريبشن والآية اللي فوق لكن خدمات الكلاود كلها بتعتمد على الانترنت السريع واللي بجودة عالية وستيبل واللي قريدي موجودش في أماكن كتير زي أوروبا ومعظم الأماكن في أمريكا وكوريا واليابان ودول غيرهم بالنسبة لمصر والميدل إيست فلسه شوية ويمكن شوية كتير كمان الكلاود جيمينج اي معنا تقنية معروفة جدا ومستخدمة بشكل موسع وهي الريموت كنترول نفس التقنية اللي تيم فيور بيستخدمها بالزبط فالكلاود جيمينج كأنك بالزبط عنده جيمينج بي سي في البيت بتخش تلعب عليه من اللابتوب بتاعك عن طريق تيم فيور وانت في مكان تاني فاللي مطلوب عشان ده يحصل بطريقة كويسة هو انترنت كويس في الجهازين مع بعض وجهاز كويس يقدر يشغل اللعب بطريقة كويسة عشان يقدر تلعب عن بعض بطريقة كويسة السفرات اللي عندها قوة المعالجة اللي تقدر تشغل جيمز موجودة عن طريق معارجات رسومية من معمارية تيسلا بتاعت انفيديا وطبعا السفرات بتكون قوية جدا وانتقدر تشغل الاف الالعاب في نفس الوقت كل مشترك في الخدمة بيبقى ليه قدر معامل هاردوير بتاع السيرفر بقدر يستخدمه زي الفي بي اس بالزبط بس الفرق ان الهاردوير اللي بتحجز بيكون من شكل مؤقت وانت بتلعب بس بالطريقة دي المستخدم مش هيصرف ان هو يشتري جيمينج بي سي غالي وبعدين يقعد يعمل له اوب جريد كل ما اللعب مستهي على وهيعتمد على الكلاود ان هو يشتغل اللعب اللي عايز يلعبها طيب كده الهاردوير تمام والانترنت تمام عشان خدمات الكلاود جيمينج تشتغل بطارية مظبوطة متبقي بس توفر العاب ودعمها للكلاود جيمينج سيرفزز عشان الموضوع يكون متكامل بقدر نظر ان احنا عندنا في الميديل ايست وفي مصر الانترنت لا يسمح تجربة الكلاود جيمينج المثالية عشان كده خدمات الكلاود اللي المتاحة كلها مش بتدعم الشرق الاوسط وبمناسبة الخدمات دي كلها تجريبية لكن على اقل في خدمة منهم اسمها فورتكس غير مربوطة منتاج وغرافية معينة فقدرنا نجربها عشان ناخد فكرة عن مستقبل كلاود جيمينج عامل ازاي وهل ممكن نشوفه في الميديل ايست قريب الخدمة ما كانتش قوية لانها بتوفر هاردوير بس مش بتدعم العاب فلس تكون شهر الالعاب اللي انت هتلعبها عليه او تلعب الالعاب المجانية اللي مش محتاج انك تكون شريحة فقدرنا نلعب لعبة زي ايبكس ليجنز الخدمة بتحتاج انترنت 20 ميجا لكن فيها ميزة وهي انك ممكن تقلل كواليتي بث ليك عشان تصدم انترنت اقل من 20 ميجا الهاردوير اللي مسموح باستخدامه بيقدر يشغل العاب على دقة 720 ب60 فريم ثابت من غير اي مشاكل خالص من ناحية الاداء وده بيوصلك انت على جهازك مظبوط لقول انترنت عندك 20 ميجا ستيبل الدليء قدرنا نزبطه من مصر هنا ان هو يكون حوالي 60 ميلي ثانية طبعا ده كتير جدا ان الواحد يلعب لعبة اونلاين فاست بيس زي ايبكس ليجنز بإيمبود ديلي 60 ميلي ثانية لكن على اقل قدرت اتحرك امسك اسلحة واضرب عادي جدا الدليء طبعا كمؤثر لكن لو نفس الخدمة دي لو استخدمتها من اوروبا بحوالي 10 ميلي ثانية ديلي او إيمبود ديلي هتقدر تلعب اللعبة بشكل كويس جدا فانا شايف في المستقبل القريب الكلاود جيمينج في اماكن كتير في العالم هيكون اوبشن ممتاز جدا لجيمورز كتير او بندل زي خدمات الكلاود بحيث ما تكونش مضطرة تشير الالعاب اللي هتلعب على الكلاود جيمينج وكمان تشترك في الخدمة فالاشتراك هيكون كفاية دي حاجة خلاص سوني عملتها من فترة في خدمة البلايستيشن ناو اللي للاسف مش متاحة غير في العباكة معينة الميدل ايست مش منهم لكن في خدمة البلايستيشن ناو بنشترك بعشرين دولار في الشهر وبيديلها خدمة الكلاود بالاضافة لالعاب كمان وابتدار تلعبها في اي مكان اذا كان على البلايستيشن او حتى بي سي فريخ خدمة كلاود متكاملة بالاضافة لوجود خدمات زي جي فورس ناو لسه مش متاحة للاستخدام العام لكن ما بتدعم حاليا ربعمائة لعبة فلما تكون متاحة تبقى حل كامل برضو مجرد اشتراك بيجيبك الهاردوير والالعاب كمان اعتقد الخدمات دي هتكون بتكلفة حوالي عشرين دولار في الشهر زي بي اس ناو بالضبط لان خدمة فورتكس سعرها كان عشر دولار لكن من غير الالعاب فلاز تكون شارع الالعاب فالخدمات اللي هيكون معها الالعاب او باندلز الالعاب هتكون اغلى شوية التنافس بين الشركات في كلاود جيميج هيكون في باندلز الالعاب اللي هيقدر يوفروها والحصريات اللي هيكون لكل خدنا منهم بالضافة طبعا لتقلال سيفراتهم لحد دلوقتي خدمات مش مستقرة تماما لكن مع شوية اوبتوميزيشن واختبارات كفاية هتكون شغالة في اماكن معينة قريبة جغرافيا من السيفرات نرجع تاني بقى جوجل استيديا جوجل استيديا في ميزة جميلة جدا وهي الكنترولر الكنترولر اختياري فمن غيره خير ما رشتغل عادي جدا لكن وجوده الكنترولر في ميزة هون هو بيتوصل بشكل مباشر بالسيفرات وده هيقلل الانبود دليل حاجة بسيطة جدا لكن اي تقليل اي انبود دليل هكون مهم جدا في كلاود جيميج لان الدليل هي اكبر مشكلة بتواجه كلاود جيميج حاليا استيديا مقدمتش حاجة جديدة فعليا لكن دخل ينافس في حاجة لسه مالهاش سوق قوي وكمان بينافس في مجال يعتبر بعيد عن جوجل شوية وهو الجيميج لكن على الصعيد الاخر جوجل ممتازة جدا في خدمات الكلاود فيمكن دي الطريال لتخلي جوجل تدخل مجال الجيميج وجود صيفرات كويسة وانترنت كويس ودلي قليل ودعم العاب دي هكون العامل اللي هتحدد نجاح خدمات الكلاود جيميج مختلفة اذا كانت جوجل استيديا او جي فورس ناو او غيرهم من الخدمات اللي لسه تحت التجربة لحد دلوقتي طيب بالنسبة دي هنا في الشرق الاوسط مش هيكون عندنا خدمات كلاود جيميج قريب خالص لانها بتحتاج صيفرات بجابدة معينة وتصال انترنت بافضل جابدة ممكنة للصيفرات وكمان لمستخدمين وده مش هيحصل قريب لان الخدمات دي بتحتاج اختبارات كتيرة فمثلا خدمة جي فورس ناو بقى لفترة طويلة تحت التجربة وهي شغالة في اماكن فيها انترنت ممتاز وبان تحتها تستحمل خدمة زي دي فختمات الكلاود جيميج كلها اذا كان جوجل استيديا او غيرهم مش هيكون مرازبة لنا في الشرق الاوسط في الفترة الحالية لكن الله اعلم المستقبل في ايه لان خلاص الكلاود جيميج بقى هو الحاضر بتاع البشرية دلوقتي وكلها ايام قليلا يبقى فيه جيميورز كتير بيعتمدوا على الكلاود جيميج بص هي من ناحية ميكانيكس اللعبة فاللعبتين نشاوها بعض بس مش لازم تكون لعبة الجزء الاول عشان تقدر تلعب جزء التاني لكن من ناحية القصة لازم طبعا بالاخص ان في حاجات كتير في تصميم العالم ليها علاقة بالقصة بشكل كبير احنا كده نكون وصلنا لهاية الفيديو بتاعنا ريتل وعجب الفيديو تعمل اللايك لو انتك دي في قناة اومر شوفنا اشترافنا تعمل سبسكرايب والحال دي فيديو اللي جاي بسلام اشترافنا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة